موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخوات الأعزاء هناك مشروع أو أكثر من شخص تحدث عن مشروع الطاقة أو مشروع محطات الطاقة طبعا الآن في الأسواق بدأت أو انتشر فكرة إنشاء مشاريع محطة الطاقة الكهربائية أو شحن السيارات ووسائل النقل التي تعمل على الطاقة الكهربائية الآن سأعطي فكرة وتفاصيل من الناحية القانونية أو كيفية الترخيص لعمل مثل هذا المشروع في تركيا للإخوة والأخوات الراغبين في الاستثمار أو الدخول في مثل هذا المشروع أو المشاريع هذه الآن نحن نتحدث عن طاقة الشحن الكهربائي طاقة الشحن الكهربائي للسيارات ووسائل النقل في تركيا إخواني الكرام مثل هذا المشروع طبعا هناك خريطة بإمكانكم الدخول إلى بعض المواقع حبر شبكة الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية والحصول على مواقع تواجد أو وجود مثل هذه المحطات في مختلف أنحاء تركيا وهناك كثير من المحطات الموجودة لكن كيفية الترخيص وكيفية إنشاء هذا المشروع وتكاليف وتفاصيل هذه والبنود القانونية والشروط القانونية التي تتيح تأسيس مثل هذا المشروع نشرحها الآن إخواني الكرام بالمختصر المفيد أول شيء ترخيص مثل هذا المشروع يتم الحصول على ترخيص من خلال مهندس يقوم بالعمل التخطيطي والترخيص لتحصيل ترخيص هذا المشروع من خلال مؤسسة تنظيم سوق الطاقة ووزارة البيئة والبلدية التي يتم إنشاء فيها هذا المشروع طبعا الرخصة الأساسية لهذا المشروع الرخصة الأساسية هي ما يسمى الترخيص أو رخصة إنشاء مشروع الطاقة أو الشحن للطاقة الكربائية أو وسائل المقل التي تعمل بطاقة الكربائية تكلفتها حسب التسعير الحالية تقريبا 30 ألف دولار 30 ألف دولار هذه التسعير حاليا حسب السوق والتكاليف والأسعار الموجودة حاليا في تركيا لشهر أيار أو شهر الخامس من 2024 طبعا الأسعار هيتتغير مع مرور الوقت مع نزول الليرة مع الضرائب مع الحملات يجب أن يكون هناك ترخيص باسم إما شخص أو شركي طبعا أنت تستطيع الترخيص باسم أن تؤسس شركة وترخص ذلك باسم الشركة أو باسمك الشخصي أو دخول معك شركاء في الموضوع يعني يجب أن يكون لديك رأس مال بقيمة 140 ألف دولار 140 ألف دولار حسب التسعير الحالية التي هي في شهر أيار 2024 140 ألف دولار هذا رأس المال الذي شرط أن يكون موجود في لديك كشركة أو كشخص حتى تستطيع الحصول على رخصة من أجل أن تستطيع إنشاء المشروع من أحد الشروط لإنشاء هذا المشروع هو أن تؤسس خمس محطات خمس محطات في خمس ولايات مختلفة مثل يعني أنت إنشاءت مثلا محطة مثلا في سكاريا محطة في بورصة محطة في أنكرة محطة في إسكشير محطة في أنطاليا وعلى كذا يجب أن تنشئ هذه المحطات الخمسة بشكل تام كامل وأن تحتوي على الأقل على خمسين وحدة مختلفة خمسين وحدة مختلفة من محطات الشهن يعني هذه الخمس مناطق أو الخمس مراقز لشحن هذه الوسائل تحتوي كلها يعني كل واحدة فيها عشر وحدات شحن لعشر صائلات مختلفة تمام هذا النظام وهكذا يتم على الأقل هذا أقل شيء طبعا أنا أختي على الأقل شيء الإمكانيات المتاحة يعني ممكن طبعا تنخيص هذه الأمور عن طريق المهندس ودخول عدة شركات في المشروع وهذه الأمور طبعا ويجب اختيار مكان مناسب يكون فيه الخدمات الكهربائية والطاقة التي توفر إمكانية تأسيس هذا المشروع وبنفس الوقت منطقة متاحة لمرور وسائل المكن حتى تستطيع الاستفادة يعني الشارع أو الطريق الذي تمر من السيارات يكون قريب من المنطقة ويكون متاحة وبناء عليها يتم تقييم من قبل المهندس قيمة تكاليف إنشاء هذا المشروع بحسب أسعار الأرض التي يتم شراءها والترخيص فيها لإنشاء هذا المشروع لأن هذا يختلف من مكان إلى مكان أن تنشي المشروع في أنقرة في منطقة فلانية يختلف عن أسعار وتكاليف أن تنشيه في منطقة إسكيشيهير أو إسطنبول أو بورصة أو أنطاليا أو كذا ومن منطقة إلى منطقة وفي الشمال وفي الجنوب وهكذا التفاصيل فلذلك أخواني الكرام هذا المشروع باقتصار شديد يتم تنصيقه مع المهندس المفتص في هذا الموضوع يمكنكم البحث عن مكان مثل هذا ودراسة هذه التفاصيل وتوفيرها وترخيصها مثل هذا المشروع هذا باقتصار مشروع الطاقة الكهربائية لوسائل المقل في تركيا والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر